صحة وسعادة وبركاته أعزائي المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالصحة والسعادة فأهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين صحة وسعادة هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فالبرنامج منكم وإليكم نستقبل فيه مقترحاتكم نستقبل فيه ملاحظاتكم لتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة وأيضا بالتالي تطوير القطاع الطبي في إمارة دبي أصدق الأمنيات مني محدثكم أحمود يوسف بحلقة مميزة إن شاء الله ولكم التحايا المقدمة من طاقم الإعداد ومن الإخراج الأستاذ محمد الصفار فأهلا وسهلا بكم بحلقة المتجددة مستمعين في وسائل الإعدام دائما ما نأخذ يعني أحد الأخبار التي تطالعنا به وكالات الأنباء هناك خبر يقول العلماء يكتشفون مصدر الحساسية التفاصيل توضح أن علماء البيولوجيا تمكنوا لأول مرة من اكتشاف مؤشرات أحادية في البروتينات الموجودة في المواد الغذائية والوسط المحيط التي تسبب ظهور الحساسية لدى البشر واتضح للعلماء أن الحساسية هي رد فعل خاطئ لمنظومة المناعة على الأشياء في الوسط المحيط منظومة المناعة في الجسم بين وقت وآخر تستقبل بصورة خاطئة المؤشرات الخارجية مثل الروائح والأنزيمات الموجودة في الهواء الجوي أو في المواد الغذائية التي نتناولها وكأنها أشياء معادية العالم نيكولاس فرنهام يقول وهو عالم من المدرسة الإنجليزية للعناية الصحية يقول أن الحساسية هي ثمن يدفعه الإنسان للتخلص من الطفيديات المتعددة الخلايا نحن الآن في هذه الأثناء تنطلق العيادة الذكية والتي كما تعرفون هي مبادرة تقدم هيئة الصحة بدبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطرح يعني كل يوم اثنين وخميس من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر موضوع معين موضوع اليوم في العيادة الذكية يعني يتحدث عن الحساسية بوجه عام نواصل للقاء المباشر معكم مستمعين من داخل العيادة الذكية المنعقدة حاليا كما ذكرنا في هيئة الصحة بحضور نخبة من الأطباء الذين يتفاعلون الآن مع جمهور المتعاملين حول أمراض الحساسية المختلفة وسبل الوقاية منها والعلاج عبر حساب هيئة الصحة في تويتر وإنستجرام والبرنامج البليسكوب الذي ينقل نقل حي مباشر لهذه العيادة يتواجد معانا الآن أيضا عبر الهاتف من العيادة الذكية دكتور حسين الحتاوي استشاري ورئيس قسم أمراض المناعة والحساسية في مستشفى دبي دكتور تعطينا موجز قصير عن هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم دكتور حتاوي استشاري أمراض المناعة والحساسية مستشفى دبي أن العيادة الذكية هي عيادة يعني العيادة بدأت صار لها فترة ما شاء الله وهي ثاني مرة نحضر العيادة بهذا الموضوع بس قبل كان أكثر عن الجهاز التنفسي بس هالمرة الموضوع يكون عن الحساسية بشكل عام والحساسية مثل ما أنت اضطرقت وعطيت بعض البعلومات في مواشرات أحادي في البروكينات الأغذية وقالت عنها نيكولاس فرمنغام يوم يقول أنها ثمانية التفايلات هي الحساسية فعلا هي شيء الله عز وجل عطانا إياه بس مموجود عن كل حد موجود عن بعض الناس فبعض الناس شارك ما تقول تستوي عندهم الأعراض نتيجة تعرض لبعض البروكينات هل الحساسية بس منحصرة في البروكينات؟ لا ممكن تكون فيه أشياء ثانية وطبعا لها طرق مختلفة كيف تتكون فالحساسية ممكن تشمل أي جزء من أجزاء الجسم أكثر الأجزاء التي تتعرض أو تظهر هذه الحساسية هي الأجزاء التي لها تعرض أو احتكاك مع البيئة المحيطة فعندك مثلا العيون عندك مثلا الأنف نفسه عندك الحنجرة عندك الجهاز التنفسي عندك الجلد هاي الأشياء التي تحدث فيها احتكاك بشكل مباشر وحتى ممكن أنت تقول الواحد يوم ما يأكل الأكل يستوي احتكاك داخلي معه لا زالت بيئة خارجية بس تحول إلى داخلية فلو واحد مثلا يحل الأكل معينة تكون لا زالت شارك ما تقول خارج داخل الجسم في قنوات أو في أنابيب خلنا نقول مثلا في المعدة أو خلنا نقول مثلا في المعانة في السهل فيحدث التفاعل بعد مرة في احتكاك فدوم يوم الجسم ما يقدر يتعامل مع مروتينات معينة يبدأ يظهر شارك ما نقول مواد دفاعية معظمها تكون كيميائية في منها مثلا مركبات بسيطة تركيبها بسيط حتى بس التفاعل اللي يبهى بس التفاعل اللي يبهى يعني يكون سريع على سبيل المثال خلنا ناخد مثلا من نبدأ من حساسية الأنف حساسية الأنف تحدث لما الواحد يتعرض العامل محسس أكثر العوامل المحسسة الموجودة عنها في البيئة حاليا هي عساة الغبار المنزلي وهو يكون بروتين موجود وهو يعني تقريبا أنا ما اكتشفه فوق 11 بروتين بس هم بروتينين أكثر شيئين يسببون التحسس في الناس فلما واحد يتعرض للغبار هذا يبدأ على طول من يلامس الغبار السطح أو خلنا نقول الغشاء المبطن للأنف نعم فيه هناك خلايا معينة فيه عندك خلايا يسمونها ماس بسل هي عبارة عن خلايا دفاعية فكر فيها كأنها مثل لغم خلنا نقول اللغم ما بيفجر إلا لو الدقة هل خلايا الماس بسل عليها بروتينات صغيرة أو أجسام مباددة من فصيلة تي يسمونها نعم فهي لما تكون موجودة هاي تكون محددة جدا ما بترسل الإشارة حق الغلية إلا لو البروتين الصحيح اللي يطابقها يركب فيها يلامسها فعشان شيء في وائد ناس ممكن يكون عندهم من أشياء معينة ثانية بس البروتين اللي لازم لازم يكون بروتين واحد هو اللي متحسسين منه جميل دكتور دكتور بس أنا بغي أتكلم الآن عن موضوع العيادة الذكية بشكل عام أنتوا تضرحون مختلف المواضيع الخاصة بالعيادة الذكية بس بذكر المستمعين أن هناك لجنة من عدد من الأطباء تخبرني مين معاك اليوم في العيادة دكتور اليوم عندنا ويانا فاطمة دكتورة فاطمة الجاسم هي استشارية أمراض رأة للأطفال حالياً هم يصورون برنامج البرسكوب وعياد تويتر شغالة بس أنا شوي يعني شغلت ما تقول ييت بعيد عنهم أشان اللقاء هذا نحن نرجعك برة ثانية للعيادة دكتور لأنه من أطلع فاصل بعد قليل نحن شكرين لك هذه المداخلة وهذه المعلومات دكتور حسين الحتاوي استشاري ورئيس قسم أمراض المناعة والحساسية في مستشفى دبي شكراً جزيلاً لك دكتور طيب مستمعين اللي يبغي معلومات أكثر عن هذا الموضوع تقدرون تتابعون حساب هيئة الصحة في دبي على تويتر اللي هو DHA underscore دبي الجماعة هناك في العيادة الذكية متواصلين معاكم حتى الساعة الثانية تعشر بنقشون كل المواضيع الخاصة بالحساسية والأمراض الصدرية عموماً اللي يبغي يطلع أكثر على هذه المعلومات ممكن أن يدخل هاشتاغ العيادة الذكية وحتى من خلال برنامج البريسكو بيشوف نقل حي ومباشر بالصوت والصورة لهذه العيادة عموماً فاصل ومن واصل معاكم مستمعين الكرام صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في هذا الجزء الخاص من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي للتواصل معنا مستمعين حول الموضوع لما نطرحه الآن موضوع شيق وموضوع جميل يمكنكم الاتصال على 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 عموماً يقولون أن النوم سلطان طبعاً عند بعض البشر النوم أحلى متعة في الحياة لكن مستمعين تتسبب الطرابات النوم أو تسبب الطرابات النوم بشكل عام صعوبة كبيرة عند البعض يعني ممكن تخليك تستيقظ في الصباح تعبان هذا الشيء بيينعكس على يومك كله أكثر أنواع الطرابات النوم انتشاراً هي الأرق وتقطع النفس أثناء النوم أيضاً في بعض الأشياء المتعلقة بالكوابيس والرهاب الليلي في ناس يمشون وهم نايمين في ناس يتكلمون أثناء النوم وأيضاً حتم بين الاضطرابات هناك التبول لا إرادي أثناء النوم كل هذه الأمور وهذه الأمراض يعني تستدعي أن نحن نقف عندها ونتحدث عنها فيسعدنا أن يكون معانا في الستوديو الدكتور حسان الحريري استشاري الأمراض الصدرية وأمراض النوم بمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي أهلاً بك دكتور أهلاً وسلم بسم الله الرحمن الرحيم دكتور يعني إذا ما ما نتحدث عن النوم والاضطرابات التي تأتي في البداية خلنا نتطرق بالحديث بشكل تدريجي يا ترى ما هو النوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله لما خلق الإنسان وخلق بقية الحيوانات 30% من الوقت المخصص لهذه الحياة تقريباً هو من أجل النوم وانسكرت في الآيات القرآنية من سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار فالنوم نعمة عظيمة لا يدركها إلا من يفقدها للأسف الهدف من النوم الطبيعي هي حالة طبيعية من نقص الوعي الإرادي الهدف منه لبناء الطاقة والنشاط في الجسم بحيث أن اليوم التالي من بعد النوم يكون الإنسان عنده تركيز أفضل طاقة أفضل ويكون الحياة بشكل طبيعي أكثر وسبحان الله في بعض حالات إذا لم نحصل على النوم المثالي رح ينعكس سلبياً على الإنجازات والوضع البدني والوضع النفسي في اليوم التالي فالنوم بالاختصار هي حالة طبيعية من نقص الوعي الإرادي الهدف منه لبناء التركيز والقوة وإعادة النشاط والبناء وهذا طبعاً من النعم لله سبحانه وتعالى طيب دكتور نحن في بداية المقدمة هذه تطرق لبعض الثرابات والأمراض التي قد يصادفها للشخص أثناء النوم أو أثناء قلة النوم حتى صحيح فيا ترى تعريفكم لأمراض النوم ونوعها نعم النوم حاجة للإنسان للنوم تختلف من إنسان لإنسان فنحن لازم ننتبه على هذا الموضوع خاصة فبعض الأشخاص ممكن ينام أربع إلى خمس ساعات وإلا أنا نومي طبيعي وقادر على إنجاز عملي في اليوم التالي بدون أي مشاكل والمقابل بيكون بعض الأشخاص يحتاجون من 8 إلى 9 ساعات من النوم حتى يستطيعوا إنجاز عملهم في اليوم التالي فما في قاعدة ثابتة تختلف من إنسان لإنسان بس بشكل عام حاجة الإنسان للنوم تختلف من 6 ساعات إلى 8 ساعات بشكل عام أول مشكلة نحن نواجهها خاصة في المجتمع الشرقي إذا أنا حاجتي للنوم هي 8 ساعات وبنام 6 ساعات فأنا أعاني اضطراب في اليوم التالي ناجم عن نقص النوم وليس كمرض بشكل عام أو كدزيز وإنما خلال الويك أند أو بالعطل إذا نمت 8 ساعات أنا قادر على إنجاز عملي بشكل كامل فهذا ليس مرض نوم وإنما اضطراب في عدد حاجتي للنوم وإمكانياتي أن أنام هذه الساعات المطلوبة إنما إذا كانت حاجتي 8 ساعات ونمت لـ 8 ساعات وما ذلت في اليوم التالي أعاني صعوبة في التركيز والعمل هون تبدأ السؤال الأول هل أعاني من اضطراب النوم أم أمراض عضوية تنعكس سلبيا على النوم في تصنيف عالمي لأضطرابات النوم صنف تقريبا 150 نوع من اضطرابات النوم أكثرها شيوعا كما تفضلت سابقا الأرق الأرق كتعريف هي يا أما قلة النوم أو بعد النوم الإنسان بيستيقظ قد يكون حاد لأسباب معينة على ثبيل المثال شخص عنده فحص فرح في العائلة وفات لا سمح الله في العائلة أثرت نفسيا بشكل حاد على الإنسان ممكن يعاني من حالة أرق حاد ممكن تستمر لعدة أيام ويعود إلى الوضع الطبيعي الأرق المزمن هي إذا استمرت أكثر من ثلاث أسابيع بشكل عام سواء في سبب أو غير سبب دخلنا في الحالات المزمنة وللأسف الأرق من أكثر الأسباب الإضطرابات النوم في العالم بشكل عام وحتى في المدل إيست قد يكون الأسباب هي الإضطرابات والسترس الذي نعانيه في المجتمع الحالي في الوضع الحالي بالقرن العشرين والتطور السريع اللي عم بيصير حولينا رح ينعكس حتما سلبيا على حالتنا وسبب نوم من الأرق نعم هي تغير ماط الحياة من الفترة السابقة عن الفترة الحالية ويمكن التطور الذي دخل على حياتنا من خلال التكنولوجيا التي تتوفر في أيدينا ممكن تسام بشكل أو بآخر في هذا الموضوع لكن دكتور أنتم في مستشفى راشد لديكم عيادة جميلة سميتوها سمينا عيادة أمراض النوم أمراض النوم صحيح طيب دكتور حدثنا عن عيادة أمراض النوم شو التجهيزات وسبل العلاج نعم الهدف من العيادة أي مريض عنده اضطراف النوم أو بيعتقد أو طبيبه العام لاحظ أنه فيه عنده اضطراف النوم عادة نسأل أسئلة ثلاثة سهلة بشكل عام للمريض نسأله هل النوم طبيعي بيستطيع ينام بشكل مباشر ولا بيتأخر لي نام وأثناء النوم هل في شيء غير طبيعي مثلا شخير انقطاع في التنفس حديث كوابيس تبول لا إرادي وباليوم التالي بعد الاستيقاظ هل يستطيع أن ينجز عمله كما هو متوقع التركيز والطاقة ولا فيه اضطراب أو عم بيعاني من نعاس عم بيحتاج ينام في النهار إذا أي من هالسؤالين ثلاثة نسأله المريض إذا جاوب نعم أو عاني من هذه المشكلة يجب تحويله لاستشار أخيصائي بأمراض النوم فنحن في مستشفى راشد بدأنا عيادة اضطرابات النوم هالحالات اللي توصلنا من جميع مدينة دبي وحتى من المناطق المجاورة نبدأ بتفاصيل دقيقة أكتر عن حالة النوم عند المريض وبعد أخذ القصة السريرية بشكل كامل والتوجه إلى تشخيص قد يكون أكثر دقيق هل هي انقطاع تنفسها الهوى أراق هل هو نسميه حركة الأطراف اللا إيرادية بيريوديك لك موفمينت سيندروم والهايبورسومنيا اللي هي النعاس منحاول نطلب اختبار النوم يناسب هالحالة تماما فاختبار النوم هي عبارة عن غرفة خاصة بتشبه غرفة الوتيل أو غرفة النوم الخاصة للمريض سرير مريح جدا الجدار عازل للصوت الإضاءة خفيفة التبريد مناسب فالمريض بيوصل على المستشفى الراشد بحدود ساعة 8-9 مساء يتم استقباله من قبل التكنيشن الموجودة في الليلة وتشرح له طريقة الاختبار بعد ارتياحه لمدة 15-20 دقيقة بيرتدي ملابس النوم الخاصة فيه بحضره وإذا في عنده وسادة معينة شي معين جريدة أخبار معي بريد للارتخاء بيجيبه معاه ونبدأ توصيل المريض لدراسة العوامل الفيزيولوجية الطبيعية عن طريق أسلاك توصل على السكالب اللي هي الهيد لدراسة الموجات الدماغية ومراحل النوم بشكل عام ومنحط مثل نيزة الكانيولا اللي هي مثل لما عرفت الفلو للتنفس من رائب النبط من رائب الأكسجين بشكل عام من رائب الحركات وبعدها لما بيكون المريض جاهز للنوم بنطفي الأضوية وبتغادر التكنيشن أو يغادر التكنيشن إلى غرفة أخرى هي غرفة المراقبة ويترك المريض للنوم وإذا في عنده أي سؤال ممكن يتواصل مباشرة مع غرفة التكنيشن ويبدأ المريض في الارتخاء والنوم ونبدأ نحن من غرفة المراقبة مراقبة ما هي التغيرات الفيزيولوجية أثناء مراحل النوم طبيعياً الإنسان لما يبدأ في النوم بنلاحظ الموجات الدماغية تبدأ بالانخفاض وهذا من مقدرة الله سبحانه وتعالى الحاجة لتخفيف الاستقلاب البدني والبطء في التنفس نعم دكتور أنا بتواصل معاك ومع الإجراءات اللي تقومون فيها في مستشفى راشد من خلال عيادة أمراض النوم لكن بعد ما أتوقف مع فاصل قصير فاصل قصير ومن تابع هذا الموضوع الشيق مستمعين فابقوا على السمع صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الموقرة إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل كنا قد توقفنا مع ضيفنا في الستوديو الدكتور حسان الحريري استشاري الأمراض الصدرية وأمراض النوم بمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي والدكتور كان يتحدث حقيقة عن هذه العيادة وتحدث أيضاً عن مفهوم النوم والأمراض اللي ممكن تصادفنا أثناء النوم ويمكن ما قبل النوم كذلك والدكتور قبل الفاصل توقفت عند مراحل اختبار النوم الذي تقومون به في مستشفى راشد في هذه العيادة دعنا نستكمل معاك الحديث نعم كنا عملت حكي عن مراحل اختبارات النوم أو ممكن نسميه تخطيط النوم لمعرفت إذا في مشاكل أثناء النوم فالإنسان طبيعياً بيبدأش يدخل في مراحل النوم العميق بشكل تدريجي علمياً نحن قسمنا مراحل النوم لأربع مراحل سموها N1, N2, N3 اللي هي النوم السطحي النوم الوساط النوم العميق وبعدها في مرحلة حركة العيون السريعة إذا نظرنا إلى طفل أو أي شخص أثناء نوم ممكن نلاحظ عيونه عم تتحرك بشكل سريع فسموها الحركة حركة العيون السريعة وسبحان الله ندخل بنوع من الحلقات بشكل تدريجي كل 90 دقيقة ندخل بـ One Cycle بعد 90 دقيقة من نفس الطريقة بالأول ساعتين من النوم ندخل بنوم العميق اللي هو N3 بآخر ساعتين من النوم ندخل بشكل أكتر بحركة العيون السريعة ما هي الأهمية العلمية لهالموضوع في بعض الأشخاص ما ممكن يدخلوا بالنوم العميق بيقولك أنا دائما حاسس نومي سطحي بسمع أي صوت حوالي مباشرة بستيقظ بعض الأشخاص بيقولك أنا نومي عميق لو في أصوات كبيرة حوالي ما بسمع ولا بفي وصعب جدا إيقاذي صباحا وبعض الأشخاص بيقولك أنا ما بشوف منمات وبعض الأشخاص بيقولك منماتي كثيرة جدا وكوابيس فأحيانا القصة السريرية بتساعدنا نتوجه أو ننظر أثناء مراقبة النوم وين المشكلة الحقيقية في أثناء النوم وكل مرحل من مراحل النوم الله سبحانه وتعالى خلقه لهدف معين لزيادة الطاقة لزيادة الذاكرة فبعض الأشخاص تم تشخيصهم اضطراب بالتركيز بعض الـ young people بالـ school تم تشخيصهم اضطراب بالتركيز بعض الكبار السن معهم المرض الزهايمر مع أنه هي المشكلة الحقيقية أنه ما عم بدخلوا بالنوم المثالي طيب دكتور أنا هنا كنت أبغي أتكلم عن الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية وكيفية تعاملكم معاها أيضا خلنا نتحدث عن أغلب الحالات المرضية اللي وردت إليكم من خلال هذه العيادة نعم فاختبار النوم عم بشخصنا الحالات المزمنة اللي بتحتاج استشاري محدد لعلاجها على سبيل المثال وهي أكثر شي شائع عالميا وحتى في لوكل الشخير والتوقف التنفس وبضل التنفس دراسات العالمية أثبتت تقريبا 20% من السكان لديهم شخير في مرحلة أثناء النوم وانقطاع التنفس وانقطاع التنفس ممكن يترافق مع نقص الأكسجين هذا ممكن ينعكس سلبيا على القلب على الدماغ على الجسم السكر بصير غير قابل للتحكم به هالحالات المزمنة؟ وتوقف التنفس بحاجة إلى علاج مباشرة هالحالة اللي هي حاليا بعيادة اضطرابات النوم بمستشفى راشد عم نشوفها أكثر شي معظم اضطرابات النوم اللي يساوينها والاختبارات اللي يساوينهن للأسف تقريبا 90% أثبتت وجود انقطاع التنفس وانقص الأكسجين عندها المرضى ويتطلب العلاج والعلاج طبعا رح ينعكس إيجابيا لاحقا عن ناحية الجسم بشكل عام والقلب والتنفس والذاكرة بشكل خاص إذا أثناء نحن بعد التشخيص مباشرة نطلب المريض المتابعة بعيادة اضطرابات النوم برجع لعنا المريض منفرجيه الموجودات اختبار النوم الموجودات الغير طبيعية وطريقة العلاج تختلف العلاج من إنسان لإنسان بعض الأشخاص ممكن يكون العلاج بسيط يعتمد فقط على تخفيف الوزن إيقاف التدخين هذول الحالات خاصة ندخم تخير وانقطاع تنفس خفيف بدون نقص أكسجين هالحالات بيكون علاجة أسهل بشكل عام طيب دكتور يعني من خلال الحالات ومن خلال الأمور التي وردت لهذه العيادة يعني العيادة التي تعد الأولى في إمارة دبي الأولى من نوعها في إمارة دبي صحيح دكتور نبغي نتحدث عن أكثر الأشياء اللي تميز عيادة امراض النوم في مستشفى راشد عن غيرها من العيادات الأخرى نعم ولله الحمد في مستشفى راشد كعيادة كأجهزة طبية عندنا أفضل أنواع الأجهزة العالمية والتي تفوق مستواها بعض المراكز العالمية بالإضافة وجود العيادة في دبي كعيادة حكومية ولسيما أمراض النوم بشكل عام عالميا ما صلى عشرين ثلاثين سنة فقط فوجودها من خمس سنوات في مستشفى راشد بدل والحمد لله أنه عم نواكب التطور السريع العلمي والسيانتيفكلي مع ما يجري حولينا في العالم استعمال أفضل الأجهزة انتباه العامة للشعب على وجود هذه المشكلة انتباه الأطباء العامين على وجود هذه المشكلة في من عشرين سنة ما في أي طبيب عام كان يعلم أنه الشخير سيسبب سلبيا نيكاتيف برشور نيكاتيف إفكت على الإنسان بشكل عام حاليا الأطباء العامين في حكومة دبي في الأطباء العامين في القطاع الخاص بدأوا يميزوا أنه في حالة خطيرة في اضطرابات النوم يجب توجيه المرضى لاستلام العلاج المناسب للأسف سابق ما كان يعتبر النوم عبارة عن حالة إضافية وليس حالة مرضية وحتى شركات الإنشورانس لفترة سابقا كانوا ما يغطوا أي شيء لعلاب اضطرابات النوم لم يسمعوا أرق لك هاي حالة نفسية نحن ما نعلم إذا يسمعوا توقف تنفس شخير لك هاي حالة تجميلية حاليا معظم شركات الإنشورانس في دبي بدأوا يميزوا أنه هاي حالة مرضية وتستحق العلاج والانتباه بشكل أساسي جميل دكتور عند البعض يعني ما يلجأ إلى الدخول في النوم العميق عن طريق المهدئات كعلاج أو الحبوب المنومة شو رأيك في هذا الموضوع هذا طبعا آخر شيء ممكن نفكر فيه هي الحبوب المنومة ينصح هذا الهدف من وجود عيادات متخصصة بهالشكل لأن المريض حتى اللي يعاني الأرق فيه نحن نقولهم اللي هو النوم المثالي أو ما هي الأمور الذي يمكن أن يساوي المريض بحيث يحصل على النوم المثالي على سبيل المثال نبدأ بنصيحته مشوفون المشكلة الأساسية الأشخاص المدخنين اللي بيشربوا قهوة كتير المنبهات نبدأ أول بدل ما ألجأ إلى المنومات أول شيء لازم نساوي التجنب بالمنبهات على الأقل ست ساعات قبل النوم حتى لو كان مدخن أوكي تخن بالنهار شرب قهوة بالنهار بس ست ساعات قبل النوم تجنب جميع المنبهات أحيانا بعض المرضى بياخد شغلات شعب عشوية بيقولك هي صحية بس ما بدرك أنه ممكن تحوي بعض المواد وبعض المنبهات اللي ممكن تساوي الاستيقاظ فمن الكودس اللي بها جينل هي تجنب المنبهات بشكل أساسي ننظر بعدين على موضوع الطعام والشراب بالنسبة للمريض نحن بالشرق الأوسط كثير أحيانا نعتمد على الوجبة الرئيسية تكون في المساء وهذا أكبر خطأ لأنه عمليا إذا أنا كانت واجبتي دسمي بعد 8 مساء وبيدي ألجأ للنوم لن أستطيع لأنه الجسم رح يزيد حالة الاستقلاب لديه هذا يزيد ارتفاع درجة حرارة داخلية للجسم ونحن نعرف أنه في علاقة بين حرارة الجسم الداخلية والنوم فإذا كان عندي حرارة ما رح نم إذا عندي برودة رح يتساعدني على النوم الأكل الدسم وارتفاع الحرارة الداخلية رح يزيد من حالة الأرق بعيدا عن الطعام وبعيدا عن الشراب ننصر إلى الأمور الأخرى ولسيما كما ذكرت سابقا نحن في عالم متسارع جدا بالتكنولوجيا الموبايل اللي يدخل معنا على السرير اللابتاب اللي يدخل معنا على السرير المسجات المتواصلة المشاكل اللي منحاول نحلها قبل ما ننام هذه كلها منبهات إضافية فهي ما هي غذاء ولا سوائل وإنما منبهات فكرية وذهنية رح تخفف من قلة النوم بشكل عام فننصح المريض دائما وهالحالة معظم الله المرضى حتى لو ما كانوا مرضى الحصول على النوم المثالي رجاء استعمال السرير فقط للنوم وتجنب جميع المنبهات قبل ساعة ساعتين من النوم المنبهات الذهنية الموبايلات الكمبيوتر استعمال السرير يا أخي فقط للنوم وترك الحياة إلى اليوم الآخر بشكل عام أنا أعتقد هذه مسألة ضرورية لكنها صعبة دكتور في هذه الأيام صعبة بس إذا الإنسان يعاني من اضطرابات في النوم فلاسيم يعدل من طريقة معيشته قبل اللجوء إلى المنومات فنرجع نحن إلى النقطة الأساسية هل ألجأ للمنومات لأحل المشكلة ولا أحاول أحل الجذور للمشكلة قبل استعمال المنومات فلا نلجأ للمنومات والمهدئات إلا بعد الفشل الكامل بعلاج الحالي من الناحية بدون المنومات طيب دكتور إذا ما نتكلم على السياسة التي تعتمدها عيادة أمراض النوم بالنسبة للمريض اللي يدخل هل تأخذوه من عند الموبايل هل تعزلون عن الحياة ولا شو سووا فيه بالضرط طبعا هذه من بعد الشغلات المنبئة المريض قبل الوصول للمخبر نعطيه ورقة تفصيلية أنه يتوقع وصولك للعيادة بتاريخ كذا الساعة كذا الرجاء أحضار الشغلات الشخصية التي تساعدك على النوم طبعا ما منحط شاشة تلفزيون منحاول نعزله عن العالم قدر الإمكان عن الموبايلات والمساجات في حالات خاصة البريض يعني وظيفته تتطلب يكون نحاول نطلب منه نعطيه سيكليف اللي هي مثل إجازة مرضية بحيث يكون شخص آخر مسؤول عن غيابه لبين ما يتم الاختبار النوم وإلا إذا كان ومعنا بالشكل المثال اللي نحن متوقعينه فقد نفى إدرة الاختبار النوم والتخطيط النوم جميل دكتور موضوع شيق موضوع جميل جدا نحن شكري لك تواجدك معنا في السوديو دكتور حسان حريري استشاري لأمراض الصدرية وأمراض النوم ويعني آخر شي بس نذكر الجمهور دكتور بطرق التواصل معكم كيف يمكنهم التواصل ممكن التواصل مع مستشفى راشد الهاتف العام اللي هو 0-4 بالنسبة لإمارة دبي 219-2000 وممكن نسألوه على قسم الصدرية نحن في عنا عيادة خاصة لحالة اترابات النوم وممكن نعطيهم مواد إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور حسان الحريري استشاري أمراض الصدرية وأمراض النوم بمستشفى راشد بهية الصحبة دبي على تواجدك معنا شكرا جزيلا شكرا الآن مستمعينا ننتقل للموضوع آخر مختلف تماما بما أننا نتكلم عن النوم والحلقة كانت وايد فيها استرخاء ما نرجع لعالم التكنولوجيا ما نرجع لصخة بالحياة مرة أخرى وما نتكلم عن تطبيق ذكي لمكتبة راشد الطبية واحد من المسارات المتطورة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي على صعيد البحث العلمي المتخصص والذي أيضا بدوره أوجد منصة للعلوم والمعرفة لتعزيز جهود الطواقم الطبية والتمريضية في مستشفيات دبي ومراكز الصحية المتنوعة حول جهود المكتبة ودورها المحوري يسعدنا أن تكون معنا على الهاتف الأستاذة ندى الشامسي ضابط داري أول في مكتبة راشد مرحبا أستاذة ندى وعليكم السلام هلا مرحبا يا حياة شرلا الساذة ندى إذا بتعطينا فكرة عامة عن هذا التطبيق وأهميته تنبع أهمية التطبيق من كونه يسمح لجميع المستخدمين من الوصول إلى كافة مصادر المعلومات الطبية من خلال الأجهزة الذكية الموبايل والآيباد في كل الأوقات ومن أي مكان إضافة لتوفير وقت العاملين في الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات طيب الساذة ندى يعني أنتو هذا التطبيق يكون مفتوح للجميع ولا في فئات خاصة مستهدفينها منو هذه الفئات كافة الكادر الطبي والتمريضي والطبي المساند والإداري فقط يعني الجمهور ما يقدرون يستخدمون التطبيق هذا فقط للموظفي هيئة الصحة من الكادر الطبي والتمريضي والطبي المساند والإداري فقط طيب في حالة يعني بغينا نوصل لهذا التطبيق كيف ممكن حصله يمكن تنزيل التطبيق لجميع الأجهزة الذكية العاملة نظام الـ IOS ونظام الـ Android نزيل شو يكتبون عشان يحصلون التطبيق المكتبة الذكية دي اتش اي دي اتش اي لايبري اوكي تعطينا الاسبيلنج لو سمحت دي اتش اي لايبري ال اي بي ار اي ار واي طيب ممتاز شو نوعية المعلومات اللي يتضمنها هذا التطبيق يضمن هالتطبيق اكثر من 130 الف كتاب الكتروني يغطي التخصصات الطبية والتمريضية والطب المساعد والصيدلة والادارة وهناك ايضا اكثر من 8000 مجلة الالكترونية واكثر من مليونين صورة طبية و25000 فيديو طبي وهناك ايضا الاف ادلة الممارسات الطبية الاف ادلة الممارسات التمريضية قواعد البعلومات الاكلينيكية قواعد المعلومات الدوائية التعليم الطبي المستمر مجموعة نشرات للمرضى برنامج ادارة المراجع لخدمة الباحثين يعني هذه الكمية الكبيرة من المعلومات في هذا التطبيق اعتقد ان يعني هذا التطبيق هو يعد مرجع كبير للاطباء وللعاملين في القطاع الطبي بشكل كبير يا ترى يعني كيف يمكن لهذا التطبيق ان نقول عننا ان هذا التطبيق هو داعم لاستراتيجيات الهيئة دعم التحول الذكي على مستوى حكومة دبي دعم الرعاية الصحية في مكان العمل point as the care ودعم شريحة الاطباء والممرضين والفئات المساندة والادارية في كافة اماكن الرعاية الصحية وفي كل الاوقات ودعم ايضا القرار الطبي المبنى للادلة والبراهين تحسين المعرفة الطبية لاحتوائه على احدث مصادر المعلومات اذا اذا تحسين المعرفة الطبية الاحتوائها على احدث المصادر الخاصة بالمعلومات يعني السادة ندى انت ذكرتي ان انا شغلة شدتني اكثر من اثنين مليون صورة طبية و25 الف فيديو طبي في تطبيق واحد كيف قدرت تيمعون كل هذه المعلومات وتوصلونها بشكل سلس يعني للعاملين في القطاع الصحي انا اعتقد هذا انجاز جميل كان يجب ان نصلط الضوء عليه لو ان التطبيق مش متوفر ل جميع الناس يعني اللي ممكن ممكن يوصلون لهذه المعلومات لكن خلينا نتكلم دكتورة بس ساذة ندع عن الناس الموظفين اللي موجودين في هيئة الصحة وايضا اذا ما قلنا العاملين في الكادر الطبي والتمريضي والطبي المساند في امارة دبي بشكل عام او في الامارات بشكل عام ممكن انهم يستفيدون من هذه المعلومات ان شاء الله احنا في المستقبل القريب حطين خطة ان نفتحها لكل الكادر الطبي الموجود في امارة دبي وانا يقدرون يستخدمون هذا التطبيق بس حاليا احنا اي حدي يطلب مننا نعطي مثلا اكسس لهذه المعلومات بشكل مؤقت جميل لمدة قصيرة فقط جميل جدا يعني نحن نتحدث عن عام القراءة هذا العام اللي اطلق سيدي صاحب الشيخ خليفة بن زايدة لانهيان رئيس الدولة حفظه الله فاعتقد يعني مثل هذه المبادرات مبادرات جميلة ممكن نحن ننطلق بها كأحد المبادرات في هذا العام الجميل ما ادري شو رأيكم ان شاء الله احنا حاطي في بالنا بخصوص عام القراءة ان نفتح نعطي نكون في اكسس لجميع الكادر الطبي لمدة اسبوع واحد فقط نستح للكل جميل وان الكل يقدر يستخدم في هاي الفترة اذن بس خبرونا قبلها متى استاذة ندى عشان نحن نعلم بعد للي حاب يستفيد من هذه الخدمات استاذة ندى الشامس ضابط داري اول في مكتبة راشد الطبية في كلمة خيرة تبغين توجهينها قبل لن نخلص هذا اللقاء ان شاء الله نتمنى ان وصلنا فكرة التطبيق وان الكل يستفيد منها قريبا ان شاء الله وانا ان شاء الله متفائلة ان بالمستقبل القريب ان الكل يقدر يستخدم هذا التطبيق والكل يستفيد منه من اطباء وتمريض وصيدلة وادارة ساذة ندى الشامس مشكورة جدا على هذه المداخلة وكل التوفيق للعاملين في مكتبة راشد الطبية على الجهود اللي يقدمونها حقيقة في مختلف المجالات سواء في مجالات البحث العلمي سواء في مجالات التدريب وايضا غيرها من المجالات التي تسعى الهيئة دائما من خلال استراتيجيتها الواضحة في دعم كل ما من شأنه ان يقدم المعلومة والمعرفة وايضا يساهم في تطوير القطاع الطبي في امارة دبي إذن مستمعين يعني في حلقة اليوم نحن تناولنا العديد من المواضيع العديد الأمور التي تهم مختلف الفئات ويعني حقيقة نحن دائما ما نفتح المجال أمامكم كذلك حتى لل الأشخاص اللي حابين أنهم يتواصلون معانا باقتراحاتهم حول مواضيع معينة يبغونا نركز عليها أو حول أمور معينة ممكن من خلال التواصل معنا عبر حساباتنا في المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كلها تقريبا تحت مسمى واحد اللي هو دي اتش اي اندر سكور دبي سواء على تويتر على استجرام أو غيرها من الوسائل اللي ممكن تتواصلون فيها معانا واللي تكون سهلة وأيضا حتى اللي حاب كذلك عن طريق الإيميل من خلال البريد الالكتروني media at dha dot gov dot ae media at dha dot gov من government dot ae إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم غدا في حلقة مميزة موضوحة جدا شيق حلقة باتشر أتصور يعني الكثير من الناس يتساءلون عنها الكثير من الناس حابين يعرفون عنها وايدش حلقتنا بتكون نعلن ساد يوسف ولا حلقتنا غدا ما تناول فيها قضية مهمة اللي هي عمليات التجميل ما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات يعني حتى نلقاكم غدا إن شاء الله في هذا الملف الطبي المشتعل والذي يهم الكثير من الناس نقول لكم دائما وأبدا دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي